بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله مكملين مع بعض خاطرة الفجر النهاردة الفجر التالت اللي نتقابل فيه وفكر حضرتكم بنيتين نية قيام الليل وحضور هذا المجلس بنية قيام الليل إذ قيام الليل هو إحياء الليل في كل ما يرضي الله ونية حضور مجلس العلم قال صلى الله عليه وآله وسلم قال الله أنا جليس من ذكرني وإحنا دلوقتي قاعدين في حضور مع الله سبحانه وتعالى نذكر ربنا سبحانه وتعالى ونتدارس آيات القرآن ونتدارس حديث النبي صلى الله عليه وسلم فده مجلس علم حتى لو ما كناش عالين مع بعض في مسجد أو بيت من بيوت الله لكن دي وسيلة التواصل المتاحة دلوقتي في هذه العصور الحديثة وإحنا نأمل أن ربنا سبحانه وتعالى كما قال العلماء يحسب لنا ويجعل لنا هذا المجلس مجلس علم وكأننا في بيت من بيوت الله بفكر حضراتكم أننا كل يوم في خاطرة الفجر بشارككم حي قراءتها النهاردة وأنا لسه مستمر في كتاب أيها الولد بارح إحنا كنا نتكلم مع بعض أن الإمام محمد الغزالي المتوفى سنة 505 هجريا هو إمام فقيه شافعي المذهب اسمه حجة الإسلام أحد كبار العلماء المجددين في عصور الأمة الإسلامية 505 هجريا يعني داخلين على ألف سنة تقريبا وأحد المربيين لما تقرأ كلامه يحصل لك حالة من التزكية وارتقاء النفس بسبب فهمه لطبيعة النفس البشرية وقدرته على تربية هذه النفس على سلوك الطريق لربنا سبحانه وتعالى كتاب أيها الولد هو كتاب تلميذ من تلمذة الإمام الغزالي قاعد يكتب وراء وصايا بعدما التلميذ ده قاعد سنين يتعلم على إيد الإمام فهيسيب الإمام ويرجع بلده يعلم أهله وأحبابه فقال له أيها الولد هنصحك بشوية نصايح وبدأ الإمام الغزالي يقول له نصايح والولد يكتب اللي هو تلميذ الإمام وفي الآخر تطلع لنا هذا الكتاب الممتع جدا أيها الولد النهاردة الإمام الغزالي بيقول له أيها الولد الاستقامة أن يفدي حظ نفسه لنفسه الاستقامة أن يفدي حظ نفسه لنفسه بصوا شباب أنا متعمد أننا في مجلس الفجر يبقى عندنا لغة علمية شوية وأنا حريصا لحضراتكم ما تبحثوش فقط عن التعبيرات البسيطة في الدين لأن طلب العلم عبارة عن سلوك سلالم بترتقي فيها زي اللي فيقوله طب غير اللي الثانية غير اللي خلاص تخرج فطبيعا أننا نكون في محاوراتنا مع بعض نرتقي شوية ببعض الألفاظ ونتعرف على بعض التعبيرات اللي جوه كتب أهل العلم لأن دلوقتي في رحلة الحياة الإنسان بقى معرض أنه يتعرض لعلوم في السوشال ميديا تلقى ناس بتتناقش في موضوع علمي كبير جدا جدا وبعدين في الآخر لما تقرأه تتهز ويحصل لك نوع من الربكة كده في الثوابت اللي عندك لأسباب منها أن أنا مش فاهم بيقوله إيه بس حاسس أن الموضوع ده يمسني وبعدين بيقوله كلام مهم جدا جدا بس أنا مش فاهمه فحاسم نما علماء وفي الآخر ممكن يطلع النقاش سطحي جدا لأنهم مش متخصصين واللي بيقرأ مش دارس فيحصل الارتباك هنا فأنا حريص إن احنا نتدرج مع بعض شوية في طلب العلم وأنا إن شاء الله بإذن الله أكون حريص جدا أبسط كل التعبيرات لكن في وقت من الأوقات لازم نفتح الكتب مع بعض زي ما فتحناها على إيد المشايخ ووصل لحضراتكم ما في كتب أهل العلم لحضراتكم كسادة كرام متفرجين ومستمعين الاستقامة الاستقامة هو أكبر تعبير ذكر في الشريعة الإسلامية ربنا عايز مننا إيه؟ عايزنا ناس مستقيمين ودي الدعوة اللي احنا بندعيها يوميا 17 مرة على الأقل في يومنا احنا بنصلي خمس فروض فيهم 17 ركعة فيهم الفاتحة الفاتحة هي الصورة الثابتة في جميع الصلوات السرية والجهرية الفاتحة بتدور حوالين دعاء الدعاء ده بيقول اهدنا الصراط المستقيم بنبدأ بحمد ربنا والثناء على ربنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم إثبات حقيقة مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين حقيقة تانية هو ثم بعد ده كله اهدنا الصراط المستقيم والاستقامة هي أن الإنسان يقرر يكون مع الله وهو ماشي في سكته كده في أوامر لربنا سبحانه وتعالى إما ينفذ أمر ربنا فيستقيم على الأمر أو يعصي ربنا فيتوب اللي اتنين دول اسمهم المستقيم واحد بيعمل عمل صالح واحد بيعصي ثم يتوب حتى العاصي اللي تبدأ اسمه المستقيم ربنا سبحانه وتعالى في سورة فصلة بيقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويلوا للمشركين إذن هناك إنسان طائع وهناك إنسان مستقيم غلط ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى ومن أجمل الخدمات اللي يعملها العلماء أنه يبقى ليه رؤية في الشريعة كده وبعدين يستخلص من الشريعة تعريف لمعنى كبير قوي ويبقى تعريف سهل ومبسط فتلاقي مثلا العلماء يعرفوا التقوى وده معنى كبير قوي في الشريعة بكلام مبسط النهاردة الإمام الغزالي بيعرف لتلميذ الاستقامة قال أن يفدي حظ نفسه لنفسه يعني إيه؟ يعني ييجي حظ النفس يعني شهوة النفس الإنسان لما بيروح لشهوة محرمة هو في الظاهر بيستمتع وفي الحقيقة بيأذي نفسه فكلمة حظ النفس في الكلمة هنا يعني الحاجة اللي أنا أرغب فيها وليه فيها حظ ومتعة ويما ترضيش ربنا قال له علشان نفسك ما تسمعش كلام نفسك علشان خطرك انت ما تسمعش كلام نفسك لما تبعز تعمل حاجة غلط افدي حظ نفسك لنفسك يعني تعالى عند النفس لما تطلب حاجة حرام أقول لها لأ فالنفس تقول لك ليه بتقولي لأ أقول لها علشانك أحد الصالحين أعتقد الإمام بن الجوزي في كتاب صيد الخاطر كان بيتكلم أنه قام في يوم من الأيام يصلي قيام ليل أو يصلي الفجر فنفسه قالت له لماذا تتعبني ليه بتقومني في وقت زداء وانا عايزة نام قال بل راحتك أرجو الشخص اللي بيقوم يصلي الفجر ده هو في الظاهر تعب نفسه وخلى نفسه تصحى نص ساعة في عز النوم اللي هو مستمتع بي ونفسه مستريحة لكن على الحقيقة هو طلب راحت هذه النفس عن طريق انه خلاها ما تستمتعش لمدة ربع ولا نص ساعة بل راحتك أرجو لأن من صلى الفجر فهو في ذمة الله ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام نصف الليل فالنهار ده أنه لما أقوم أصلي الفجر فابقى في حماية ربنا طول اليوم اللي في حماية ربنا ده حاجة من الاتنين يا ما تحصلوش مشاكل يا إما لو حصلت له مشكلة ربنا يفهمه الحكمة من المشكلة فتنقالب المحنة لمنحة لأنه فيهم حكمة ربنا من الحدث اللي فيه ظاهره فيه أذية لكن فيهمت الحكمة منه فهو أيضا في ذمة الله النهار ده اللي يصلي الفجر في جماعة كأنه قام نصف الليل فالنهار ده لما أروح يوم القيامة ألاقي عشان صليت خمس دقائق ولا عشر دقائق نصف الليل الليل بيبدأ من المغرب لغاية الفجر نصف الليل ممكن مثلا يبقى ست ساعات ولا سبع ساعات ده محطوط في ميزان حسناتي عشان صليت خمس دقائق يبقى أنا ساعتها كنت بدور على راحة نفسي النهار ده لما واحد يتحط في مشهد وما يكذبش رغم أن الكتب ده كان ممكن ينجيه من مشكلة بس هو على الحقيقة لما مكذبش وقال الصدق تحمل النتيجة بأقاب معين أو تحمل النتيجة بتعويض معين في شيء أتلفه مثلا فاضطر أنه يتحمل مسؤولية أنه كان صادق آه بس هو مستقيم لأنه فدى حظ نفسه لنفسه حظ نفسه أنه كان يجذب ويطلع من المشكلة لكن كل الناس عارفت أنه كذب لأن غالبية الناس اللي بتجذب ما بتبقاش مركزة في ملامح والشهر لأنه بيقعد يفكر في الفكرة اللي هيجذب بيها والناس كلها بتشوف أثر الكتب الغالبية اللي بيجذب بيبان في ملامح وشهر سيدنا النبي قال كده قال الكذب وريبة بيبقى مرتاب فالواحد بيفقد سمعته عند الناس والأصعب من كده بيفقد سمعته عند نفسه تعرف أنا بعد ما أجذب وأطلع من المشكلة قال يعني ما حدش غد باله لما بلف وامشي الواحدي في حاجة كسرت جواي أنا مش قوي أنا جبان أنا كسفت أقول الحق أنا مش قادر أقول الحق كل ده بيكسر في صورة الداخلية اللي هي المفروض لما صورة الداخلية بتبقى كبيرة البني آدم بيبقى عنده تقدير لذاته ده بيفرق معاه جدا جدا في ساعاته وسكنته لما بيحط دماغه على المخدة أنا كبير مش صغير تعرف لما مثلا تبقى عايز تستريح قبل الفطار وحد يعرض عليك أنك أنت تنزل توزع وجبات مثلا على البسطاء اللي في الشارع ده فيه إرهاق شديد للجسد لكنها استقامة وفيه أنك فديت حظ نفسك لنفسك يعني إيه حظ نفسك الكسل والقعدة لكن حقيقة مصلحة نفسك أنك بعد ما تروح من المشوار اللي قعد تتوزع فيه وجبات ده أنت راجع وانت كبير قوي قدام نفسك حاسس أنك أنت شخصيتك أقوى من شهوتك نفسيتك أقوى من كسلك وكل ابتسامة وكل دعوة خدتها من حد في الشارع كان جعان ولا عطشان وإنت كنت السبب في أنك أنت فرحته بنت جوة تكوينك الذاتي وثقتك في نفسك ورضاك عن نفسك بنت طوبة فأنت راجع البيت آه أنت كسرت كسلك اللي هو محبب للنفس لكن عشان خاطر نفسك فالاستقامة أن تفدي حظ نفسك لنفسك عشان خطرك يا نفس هقولك لأ الناس اللي تابت من شرب الخمرة أو المخدرات عارف الموضوع ده هو كان متهان في الحياة دي وأنا دخلت الحياة دي كمعالج قعدت أربع سنين من عمري في علاج أصحابنا الكرام اللي انزلقت أقدامهم في الإدمان وشفت يعني إيه إهانة النفس شفت يعني إيه الشباب يهين نفسه قدام التاجر من القصة اللي كنت بسمعها عشان يديله سجارة الحشيش عزكم الله ولا تذكرة المخدرات اللي بيبيع حاله وإزاي بيعرض نفسه للخطر وإزاي بعد الشباب الجدعان الرجالة اللي وقعوا في الموضوع ده بعد ما يشرب المخدرات يبقى بيعاية على نفسه اللي تهانت في الطريق ده وضعفها قدام المخدر لما اتعالج وفاء كانه كان ميت وربنا أحياء فهو سكت شهوة نفسه في هذا المخدر عشان نفسه فالاستقامة أنك تقول لي نفسك لأ عشان مين؟ عشان نفسك أن تفدي حظ نفسك لنفسك وده الحقيقة من أجمل التعبيرات اللي حبيت أشارك حضراتكم فيها في خاطرة الفكرة خليني عايز أرد على بعض الأسئلة اللي اتبعتتلي وانا هرد عليهم بسرعة ان شاء الله بإذن الله لشان ما أخركوش على السحور اتبعتلي على السوشيال ميديا حد بيقول محتار جدا في تحديد من أثق فيهم أخذوا العلوم الشرعية منين أنا لي رحلة قصيرة في طلب العلم الشرعي خلاصة الرحلة دي الأزهر 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 أنا مش طالب في الأزهر لأنني لم أتشرف بأنني دخلت الأزهر من صغري ودلوقتي مش متاح أن واحد مثلا خريكه للتجارة أو كده يلتحق بالأزهر قانونة مش متاح دلوقتي ونتمنى أنه يلتح في وقت من الأوقات الشرف لنا كلنا نلتحق بالأزهر لكن مشايخي كلهم أزاهرة وأنا شفت في المشايخ الأزاهرة التدرج العلمي في تعلمهم للعلم وتعلمهم لنا للعلم فلو بتسألني أعمل أتعلم على إيد مين دور على علماء الأزهر وروح روح في الأزهر الشريف عشرات العلماء اللي ليهم دروس بعد العصر وليهم دروس بعد المغرب ومن أول بعد صلاة الظهر في دروس في دروس الصبح وجدول الأزهر يعني روح ودور عليه هتلاقي كل ما تطلبه من علوم شرعية أو علوم فيها رقائق وربنا سبحانه وتعالى ينشر الفكر الأزهري في العالم كله سؤال بقى مهم حد بيقولي أنا احترت قالولي أن المرض ليه ثلاث حالات إما رفع رفع الدرجات أو تكفير ذنوب أو غضب من ربنا ما بقيتش عارفها ربنا غضبان علي ولا إيه ولا من أهل النار ولا إيه ده من أكتر المفاهيم الخاطئة اللي فهمناها عن البلاء وليك البلاء ده رفع درجات أو تكفير سيئات أو غضب من ربنا بصوا شباب فرقوا ما بين الحكمة وما بين النتيجة إحنا جايين الدنيا علشان نعرف ربنا هذه حكمة الخلق النتيجة إن إحنا هنخش الجنة لو عرفنا ربنا وكنا ناس قريبين لربنا سبحانه وتعالى وربنا رحمنا فإحنا مش جايين الدنيا عشان نخش الجنة إحنا جايين عشان نبقى عباد لله نعرف ربنا النتيجة نخش الجنة المرض مش حكمته إن ربنا جاب لك مرض يكفر سيئاتك أو مرض يرفع درجاتك أو مرض غضب من ربنا سبحانه وتعالى إنما نتيجة المرض بعد ما تصبر النتيجة إنك ربنا رفع درجاتك أو لو عندك سيئات ربنا كفرها بس المرض مش نازل لكده إنما ينزل المرض لحكمة يعرفها ربنا من رحلة المرض رحلة المرض بما فيه من آلام وناس تبقى جنبك وناس تسيبك وناس توقف في ظهرك وناس تتخلى عنك ووقت كنت فيه قوي بقيت ضعيف بعدها هذه الرحلة بتتعلم فيها حاجات عن نفسك وعن ربنا دي الحكمة من المرض إذا صبرت على المرض النتيجة تكفير السيئات بقول الكلام دليل لأن فينا الصالحين أصيبوا بأمراض مؤلمة جدا بعد يقول على فكرة المرض دا تكفير سيئات يقعد بينه بالنفس يقول بس أنا ما عملتش حاجة عشان أتقلم قوي كده ربنا يكفر هالي لا هو ما أمرضكش تكفيرا للسيئات هو أمرضك لحكمة من الرحلة النتيجة أن يكفر سيئاتك ولو سمحت وشيله من بالك فجرة أن ربنا ابتلاني عشان غضبان علي شيلها كده وأحسن وظن بالله ربنا بيعلمنا حاجات جو رحلة البلاء كيف أردت بدعائي وفي خاطر أدعية كثيرة كتير من الشباب والبلد أشعى في دعي من كتر الأدعية أو أنه لا يجيد اللغة العربية وفاكر أنه لازم يقول اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا مش لازم ادعي بأي لغة واللي مش متعلم عربي حتى الأجنبي بيدعي بالإنجليزي بيدعي بالإنجليزي يعني يقول باللغة بتاعته أيا كان اللغة بتاعته احنا في الصلاة فقط مطلوب مننا قراءة القرآن باللغة العربية لكن في الدعاء وانت بتدعي في أي وقت ادعي بأي لغة حتى بالعرب يا رب وفقني يا رب أنا تعبان الحقني يا رب باللغة بس يكون فيها نوع من الأدب مع الله طب اللي عنده أدعية كتير دخلة كده مش عارف يعني متدخلة مش عارف يعمل إيه ادعي بدعاء سيدنا إبراهيم في سورة إبراهيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربك عليم باللجواك فأنت لو مش عارف تعبر عنه من كتر اللجواك أو مش عارف تقول إيه من كتر ما أنت مثلا مكروب قلو رب أنت عارف اللجوايا حقق لي كل آمادي مما تعلم مما في قلبي في بنت بتقول الناس بتحبني قوي وأنا ما استهلش كده وعارف أن ده فضل من ربنا وبشكره بس حاسة أن مش بشكره على قد نعمته علي أولا أنت في حال جميل قوي إنك فاهمة كويس إن عطاء ربنا ليس استحقاقا مننا يعني الناس بتحبني قوي وأنا ما استهلش كده كلنا أنا يا ربنا وفقني الحج السنة دي وأنا ما استهلش دي حالة جميلة قوي إن الإنسان يشعر إن اللي ربنا دهوله ليس عن استحقاق منه إنما ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى لأن رؤية الاستحقاق دي خطر جدا إن أنا حس إن اللي أنا فيه ده عشان أستحق ممكن يعدي علي فترة من الفترات حاسس إن أنا أستحق حاجة وربنا بما جابها ليش فبقى بعتب على ربنا لإن شايف الاستحقاق والحقيقة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء إنما عطاء ربنا عز وجل هبه من الوهاب سبحانه وتعالى بلا سبب فهتعملي إيه؟ قولي زي النبي سبحانك لا أحصي ثناء عليك مش عارف أقولك يا رب أنت كما أثنيت على نفسك بس الحالة اللي حضرتك فيها دي حالة جميلة جدا أنت شعري إن اللي أنت فيه من خير حب الناس بقى ممتلكات ليس عن استحقاق إنهم فضل من ربنا سبحانه وتعالى هتعمل إيه؟ الحمد لله تكفي إيه الفكرة إن الصيام حرمان ودائما وإحنا صايمين بنركز على الجوة والعطش والتعب بصوا يا شباب فيه ناس كتير وهي صايمة مش حاسة بالصيام يعني مش حاسس والصيام بيعمل فيه إيه أو ليه ربنا فرض الصيام بالطريقة دي سيب الدواء اللي الدكتور فرضه عليك يعمل مفعوله فيك حتى لو أنت مش حاسس جزء كبير جدا من أحوال المسلمين اللي فيها خير رغم بعد كتير مننا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعن وصايا ربنا في القرآن جزء من الخير اللي في الأمة بسبب الصيام جزء من الكبائر والمعاصي الكتير اللي مش مستشرية في الأمة بسبب مفعول الصيام فلو أنت بتسألني يعني أنا ببقى تعبان بس مش حاسس بحاجة مش لازم تحس ياريت الواحد يبقى مستشعر كده الأشياء اللي بتتغير فيه أثناء الصيام ياريت ده أعلى المقامات بس لو أنت مش حاسس لا تشعر أنك أنت مردود من ربنا لا تشعر أنك أنت مش مقبول أو أنك أنت حالك مش كويس ما دمت التزمت بالأمر الرباني وكنت ماشي على كلام ربنا سبحانه وتعالى يبقى أنت في الطريق الصحيح لشان كده سيدنا النبي لما قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا أنت صمت منعت نفسك من الأكل والشرب والعلاقة الزوجية في نهار رمضان يبقى أنت كده اسمك صايم هذا الصيام بيعمل فيك إيه والله بيعمل كتير وبينقيك وبيخلي عندك كنترول على نفسك وهتشوف الكلام ده في رحلة حياتك قد إيه الصيام بيفرق فإطمئن حتى لو مش حاسس بالشيء اللي بتغير جواك بس أنت بتتغير لأن ربنا اللي وصف الصيام وفرضه وهو أعلم بما يفرض سبحانه وتعالى تكلمنا النهاردة عن الاستقامة وهي في إفداء حظ النفس من أجل النفس بقول لها لأ عشان خطرها عشان تعيش مع الله والي يعيش مع الله يعيش سعيد كل يوم هنتقابل إن شاء الله في خطرة الفجر أتمن أنتوا اتبعوا حائر على أون إيه واتبعوا السلام عليك على تسعين تسعين أستني أسألتكم كل يوم إن شاء الله وهنتقابل يوميا يعني بعرض عليكم شيء من اللي قرأته أشارككم فيه وصلي اللهم وسلم وبارك على راحم المساكين والحمد لله رب العالمين يلضرحوا الحق والصحار السلام عليكم بسم الله